الصف التاسع الأساسي كتاب العلوم الوحدة التعليمية الأولى بعنوان التعامى والتنسيق الجزء الأول من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الجهاز الدعمي الحركي الدرس الثاني من الجزء الأول بعنوان بنية العظام والمفاصل تقديمة مبادرة ضوء بصوت بطول أبو علي يغطي هذا التسجيل من الصفحة 15 حتى 19 الأهداف سأتعلم في هذا الدرس 1. أقسام العظم الطويل 2. بنية العظم الطويل 3. أنواع المفاصل مقدمة يوجد في جسم الإنسان ما يزيد عن 270 عظما عند الولادة يلتحم العديد منها خلال النمو تاركا 206 عظام عند الفرد البالغ 3. أقسام العظم الطويل 4. نشاط واحد أحلل وأستنتج أحضر عظما طويلا لفخذ دجاجة أو خروف وأتعرف أقسامه بمساعدة مدرسي ثم أرسمه على دفتري 5. لدينا رسم للعظم الطويل الذي يحتوي على المسميات التالية من الأعلى إلى الأسفل 6. مشاشة 7. نتوء 8. جسم العظم 9. مشاشة أضع المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات الآتية مستعيناً بالشكل الذي ذكرناه 9. نهيتان منتفختان للعظم الطويل 10. قسم متوسط بين المشاشتين تستند عليها الأربطة والعضلات 11. الأجوبة 11. نهيتان منتفختان للعظم الطويل هما المشاشتين 12. قسم متوسط بين المشاشتين هو جسم العظم 13. تستند عليها الأربطة والعضلات هي النتوءات ويوجد ثقوب على جسم العظم تمر منها الأوعية الدموية والأعصاب إلى داخل العظم أما بالنسبة إلى بنية العظم الطويل نشاط اثنان ألاحظ وأستنتج ألف بالاعتماد على المقطع الطولي للعظم أتعاون وزملائي في وصلي كل مفهوم علميا من القائمة ألف مع ما يناسبها من القائمة باء لدينا شكل يمثل المقطع الطولي للعظم يحتوي على التسميات التالية من الأعلى إلى الأسفل نسيج غدروفي نسيج عظمي إسفنجي نقي العظام نسيج عظمي كثيف السمحاق قناة مركزية نسيج عظمي إسفنجي نسيج غدروفي نتابع النشاط القائمة ألف وهي تحتوي على واحد نقي العظم اثنان قناة مركزية ثلاثة نسيج عظمي كثيف أربعة السمحاق القائمة باء وهي تحتوي على واحد مملوءة بنقي العظم اثنان يوجد داخل القناة المركزية والنسيج العظمي الإسفنجي ثلاثة طبقة رقيقة ليفية توطي جسم العظم وغنية بالأوعية الدموية أربعة طبقة تل السمحاق وتشكل البنية الأساسية للعظم الطويل حل النشاط واحد نقي العظم وهو يوجد داخل القناة المركزية والنسيج العظمي الإسفنجي اثنان قناة مركزية وهي مملوءة بنقي العظم ثلاثة نسيج عظمي كثيف وهو طبقة تل السمحاق وتشكل البنية الأساسية للعظم الطويل أربعة السمحاق وهو طبقة رقيقة ليفية توطي جسم العظم وغنية بالأوعية الدموية باء أضع المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارتين الأتيتين مستعينا بالشكل الموضح السابق لبنية العظم واحد نسيج أبيض مار يسدر المشاشتين اثنان نسيج عظمي يوجد في المشاشتين ومكون من صفائح عظمية بينها فراغات مملوءة بنقي العظم الأجوبة واحد نسيج غضروفي اثنان نسيج عظمي إسفنجي أضيف إلى معلوماتي يكون العظم صلبا قاسيا لوجود الروابط الوثيقة بين أملاح معدنية مثل أملاح الكالسيوم وهو مادة العضوية ومادة العظمين وهي مادة عضوية وتشكلان معا التركيب الكيميائي للعظم أما بالنسبة إلى المفاصل فهي مناطق اتصال العظامي مع بعضها البعض تؤدي المفاصل عملا ميكانيكيا محددا يساعد على تنفيذ الحركات المطلوبة في أجزاء الجسم المختلفة تخيل لو لم يكن لديك مفاصل كيف ستكون حركتك؟ أنواع المفاصل 1. مفاصل ثابتة وهي لا تسمح بأي حركة مثل مفاصل عظام القحف 2. مفاصل نصف متحركة وهي تسمح بحركة محدودة مثل مفاصل العمود الفقري 3. مفاصل متحركة وهي تسمح بحركة واسعة كالمفصل العدودي الكتيفي 4. للاطلاع يحدث خلع المفصل نتيجة خروج العظم من مكانه الطبيعي 5. وله أنواع عديدة منها الخلع الولادي الكي 6. سؤال ما الفرق بين الأربطة والأوطار 7. الجواب الوطر هو نسيج ليفي يصل بين العضلات والعظام 8. وظيفته يسهم في تحريك العظم 9. أما الرباط فهو نسيج ليفي يربط العظام بعضها ببعض على الجانبي المفصل 10. ويقوي من اتزان المفاصل وحركتها 10. نهية الدرس 10. التقويم النهائي 1. أستبعد المسمى العلمي الذي لا ينتمي إلى المجموعة الآتية ثم أذكر السبب 10. ألف المشاشة 11. باء جسم العظم الطويل 12. جيم قرص غدروفي 12. دال نتوآت 13. هاء ثقوب 13. الجواب هو قرص غدروفي 14. حيث أنه يقع بين الفقرات في العمود الفقري 15. أما باقي الأقسام تابعة لبنية العظم الطويل 15. ألف نسيج عظمي اسفنجي 16. باء نسيج غدروفي 17. جيم نقي العظم 17. دال الصمحاق 18. هاء نتوء شوكي 19. الجواب نتوء شوكي 20. لأنه أحد أقسام الفقرة 21. بينما الأقسام الأخرى تابعة إلى بنية العظم الطويل 21. ثانيا 22. أرتب المكونات الآتية التي تظهر في مقطع عرضي 22. لجسم العظم من الخارجي إلى الداخل 23. نسيج عظمي كثيف 24. القناة المركزية 25. السمحاق 26. نقي العظم 26. الترتيب الصحيح 27. واحد السمحاق 28. اثنان نسيج عظمي كثيف 28. ثلاثة القناة المركزية 29. أربعة نقي العظم 30. أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي 30. ألف وجود ثقوب على جسم العظم 31. الجواب لكي تسمح بمرور الأوعية الدموية والأعصاب إلى داخل العظم 31. با تمتاز العظام بالصلابة والمتانة 32. الجواب بسبب السلاة الوثيقة بين الأملاح المعدنية ومادة العظمين 33. جيم عظام القحف غير متحركة 34. الجواب لأن المفاصل بين عظام القحف ثابتة 35. رابعا أقارن بين النسيج العظمي الكثيف والإسفنجي من حيث الموقع والأهمية 36. واحد من حيث الموقع فإن النسيج العظمي الكثيف يوجد في جسم العظمي الطويل ويلاستمحاق 37. أما بالنسبة إلى النسيج العظمي الإسفنجي فهو يوجد في المشاشتين 37. الأهمية 38. إن النسيج العظمي الكثيف يشكل البنية الأساسية للعظم الطويل 39. أما بالنسبة للنسيج العظمي الإسفنجي فهو مكون من صفائح عظمية بينها فرغات مملوئة بنقي العظم 39. ورقة عمل 40. تمزق أربطة المفاصل هو نوع من الإصابات في الأنسجة 41. أبحث في مصادر التعلم المختلفة في مفهوم تمزق الأربطة عند الرياضيين 42. أناقش زملائي وأحتفظ بها في ملف إنجازي 43. الجواب 44. يعد تمزق الأربطة من الأمور الشائعة التي من الممكن أن تصيب الرياضيين 44. تمزق الأربطة قد يحدث في أي مفصل من مفاصل الجسم 45. ولكن يعد كل من مفصل الركبة ومفصل الكاحل من أكثر المفاصل عرضة للتمزق 46. وذلك لأن هذه المفاصل مهمة جدا في حمل وزن الجسم 47. كما أنها تتعارض للدرجة المرتفعة من الضغط 48. وعادة يحدث تمزق الأربطة عندما يحدث ضغط على المفصل 49. يفوق قدرته الطبيعية على التحمل 50. ويكون ذلك إما بسبب التواء أو وقوع مفاجئ 51. تتضمن أعراض تمزق الأربطة ما يلي 52. الشعور بألم مفاجئ 53. تورم منطقة الإصابة 54. ظهور كتمات 54. شعور بارتخاء في المفصل 55. معظم القدرة على وضع وزن على المفصل دون الشعور بألم 55. وأخيرا سماع تقطقة 55. نهاية التقويم ونهاية التسجيل اشتركوا في القناة